موجز الأخبار من قناة المحور أهلا بكم أكد الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل حرص الحكومة على توفير مناخا صناعيا مناسب لتوطين وتنمية صناعة السيارات والصناعات المغزية لها مما يسهم في ضخ استثمارات حقيقية وتوطين الصناعة وتوفير مزيد من فرص العمل أمام الشباب وقال وزير الصناعة والنقل خلال لقائه مع ممثلي شركة ليوني مصر المتخصصة في إنتاج أحزمة الأسلاك وكبلات الطاقة لكبريات شركات تصنيع السيارات العالمية إن اللقاء تناول مناقشة مشروعات الشركة الحالية بالسوق المصري والمشروعات المستقبلية التي تدرس الشركة إقامتها في مصر خلال الفترة المقبلة واستعرض وزير الصناعة والنقل مشروع الشركة لإنشاء مصنع لإنتاج التفائر القهربائية بمدينة الروبيكي على مساحة 11 ألف متر حيث يهدف المشروع إلى تعزيز الإنتاج المحلي والتصدير إلى الأسواق الخارجية وأكد الوزير خلال اللقاء حرص الوزارة على توفير مختلف أوجه الدعم للشركة للتغلب على كافة التحديات التي قد تواجهها وتقديم تيسيرات كبيرة في استخراج التراخص الصناعية للشركة لتسريع وطيرة إنتاجها والتوسع في السوق المصري شاركت دكتورة رانيا المشات وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي في جلسة النقاشية بعنوان الحد من أوجه عدم المساواة والتعاون الثلاثي على هامش مشاركتها في اجتماع وزراء التنمية ضمن فعاليات مجموعة العشرين بالبرازيل وخلال كلمتها بالجلسة أوضحت المشات أن العالم حاليا يواجه تحديات متعددة ومعقدة تتضمن ارتفاع مستويات الفقر والجوع وارتفاع أسعار الغزاء والطاقة وتغير المناخ والتوترات الجيوسياسية التي تفرد تحديات كبيرة على الدول النامية بشكل خاص وتعيق تقدمها نحو تنفيذ أهداف التنمية المستدامة متابعة أنه على الرغم من أن هذه الأزمات تؤثر على جميع الدول إلا أنها تفرد تحديات أكبر على الدول النامية وسكانها وهو ما يؤكد أهمية تعزيز النظام متعدد الأطراف والتعاون الدولي بجميع أشكاله قضرورة لمعالجة تلك التحديات أضفت الوزيرة أن عدم المساواة يمثل عامل رئيسيا يعيق التقدم نحو تنفيذ أجندة 2030 وأشارت المشات إلى مبادرة حياة كريمة كمثال على التزام مصر بالحد من أوجه عدم المساواة لافت إلى أنه تم إطلاق المبادرة الرئاسية في 2019 بهدف تحسين جودة حياة المواطنين في المناطق الريفية حيث تعد نموزجا لدمج أهداف التنمية المستدامة في محافظات الجمهورية وتستهدف تحسين سبل العيش والبنية التحتية وتحسين الأحوال المعيشية لسكان نحو 4500 قرية تفقد المهندس شريف الشربيني وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الموقف التنفيذي لمشروع أبراج الداونتاون بمدينة العالمين الجديدة وذلك بعد زيارته لمدينة رأس الحكمة ومحطة مياه الضبعة حيث رافقه مسؤول الوزارة وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة تجول وزير الإسكان ومرافقوه بعدد من الوحدات التي تم تشطيبها داخل الأبراج السكنية واستمع لشرح تفصيلي من مسؤول الشركة الصينية عن الموقف التنفيذي للمشروع حيث وصلت نسبة إنجاز البرج الأيقوني إلى الدورة 54 من إجمالي 68 دوراً وبارتفاع 250 متراً وبإجمالي مسطحات 465 ألف متر مربع بجانب أربعة أبراج بارتفاع 200 متر للبرج 56 دوراً بإجمالي مسطحات 320 ألف متر مربع وتم الانتهاء من الهيكل الخرصانية بها وشدد الوزير على ضرورة ضغط معدلات تنفيذ مشروع أبراج الدوينتوين بمدينة العالمين الجديدة وإنهاء أجزاء مكتملة من المشروع تباعاً وسرعة تشطيب الواجهات الخارجية مشيراً إلى أن المشروع يتم تنفيذه على غرار أبراج منطقة الأعمال المركزية بالعاصمة الإدارية الجديدة وبتمويل ذاتي من هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة اشتركوا في القناة